أسعد الله أوقاتكم بكل خير طلابي الأعزاء لقاء جديد يجمعنا عبر موقع مديرية التربية الحرة ضمن مشروع التعلم عن بعد سيكون لقاءنا اليوم أحبائي ضمن المنهاج المقرر لطلاب الصف الثالث الاتدائي مع درس الفعل الماضي بداية أحبائي من يذكرني بأقسام الكلام؟ أقسام الكلام ثلاثة أحسنتم اسم وفعل وحرف جيد من يعطيني مثال عن الاسم؟ سامير أحسنتم من يعطيني مثال عن الفعل؟ يدرسوا من يعطيني مثال عن الحرف؟ إله أحسنتم من يذكرني أحبائي بتعريف الفعل؟ الفعل هو كل لفظ يدل على حدث مرتبط بزمن معين أحسنتم ما هي أنواع الفعل؟ من يذكرني بأنواع الفعل؟ للفعل ثلاثة أنواع ماضي ومضارع وأمر أحسنتم سنتناول اليوم في درسنا أحبائي الفعل الماضي دعونا نتابع بالأمثلة هيا بنا حمل التلميذ الحقيبة حمل التلميذ الحقيبة قام التلميذ هنا بفعل الحمل أين الفعل في الجملة؟ حمل أحسنتم التلميذ حمل الحقيبة حمل وانتهى استيقظ الطفل من النوم؟ استيقظ الطفل من النوم؟ متى استيقظ الطفل؟ استيقظ منذ قليل استيقظ وانتهى أين الفعل في الجملة؟ استيقظ أحسنتم أكل الطفل التفاحة؟ أكل الطفل التفاحة؟ أين الفعل في الجملة؟ أكل الطفل أكل وانتهى أحسنتم أحبائي أكل حمل استيقظ على ماذا دلت هذه الكلمات؟ دلت على عمل أحسنتم ماذا نسمي الكلمة التي تدل على عمل؟ نسميها فعل أحسنتم هل نستطيع أن نمنى حدوث هذه الأفعال؟ لا لماذا؟ لأنها قد حدثت وانتهت متى حدثت وانتهت؟ انتهت وحدثت في الزمن الماضي قبل زمن التكلم إذن أحبائي أحبائي ماذا نسمي الفعل الذي حدث في الزمن الماضي قبل زمن التكلم؟ نسميه الفعل الماضي أحسنتم إذن أحبائي ماذا نعرف الفعل الماضي؟ الفعل الماضي هو ما دل على حدوث عمل في الزمن الماضي قبل زمن التكلم أحسنتم لاحظوا أحبائي ما حركة الفعل الماضي هنا؟ في حملة أكلة استيقظة؟ ما حركة آخر الفعل؟ الفتحة أحسنتم أحبائي الحركة الأصلية للفعل الماضي هي الفتحة لاحظوا معي أحسنتم الفعل الماضي يكون مبني على الفتحة يكون مبني لو أردنا عراب حملة حملة فعل ماضي مبني على الفتحة الظاهرة على آخره إذن الحركة الأصلية للفعل الماضي هي الفتحة وهو مبني أحسنتم إذن أحبائي يبنى الفعل الماضي على الفتحة أحبائي للفعل الماضي حالات بنا سوف نعرف اليوم متى يبنى الفعل الماضي على الفتحة ماذا يبنى الفعل الماضي على الفتحة؟ يوجد لدينا ثلاث حالات الحالة الأولى يبنى الفعل الماضي على الفتحة إذا لم يتصل به شيء مثال لاحظوا أحبائي الفعل الماضي هنا لم يتصل به شيء ناما جلسة إذا أردنا إعراب ناما أو جلسة ناما فعل ماضي مبني على الفتحة الظاهرة على آخره أيضا جلسة فعل ماضي مبني على الفتحة الظاهرة على آخره إذن يبنى الفعل الماضي على الفتحة إذا لم يتصل به شيء الحالة الثانية يبنى الفعل الماضي على الفتحة إذا اتصلت به تاء التأنيث الساكنة مثال كتبت نامت لاحظوا أحبائي هنا ماذا التصل بالفعل الماضي تاء التأنيث الساكنة احسنتم إذا أردنا إعراب كتبت او نامت كيف نعربها نامت فعل ماضي مبني على الفتحة الاتصاله بتاء التأميث والتاء تاء التأميث الساكنة لا محل لها من الإعراب أيضا كتبت فعل ماضي مبني على الفتحة لاتصاله بتاء التأنيث والتاء تاء التأنيث الساكنة لا محلة لها من الإعراض إذن يبنى الفعل الماضي على الفتحة إذا اتصلت به تاء التأنيث الحالة الثالثة يبنى الفعل الماضي على الفتحة إذا اتصلت به ألف الأثنين مثال رقضا لعبا لاحظوا ماذا اتصل بالفعل الماضي؟ ألف الاثنين لو أردنا أعراب رقضاء أو لعباء فعل ماضي مبني على الفتحة لاتصاله بألف الاثنين وألف الاثنين ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل لعباء فعل ماضي مبني على الفتحة لاتصاله بألف الاثنين وألف الإثنين ضمير متصل مبنيا على السكون في محل رفع فاعل إذن يبنى الفعل الماضي على الفتحة إذا اتصلت به ألف الإثنين إذن أحبادي حالة بناء الفعل الماضي على الفتحة إذا لم يتصل به شيء إذا اتصلت به ألف الإثنين إذا اتصلت به تأنيس الساكنة خلاصة درسنا أحبائي الفعل الماضي هو ما دل على حدوث عمل في الزمن الماضي قبل وقت التكلم يكون مبني الحركة الأصلية للفعل الماضي الفتحة حالات بناء الفعل الماضي على الفتحة إذا لم يتصل به شيء إذا اتصلت به تأنيث ساكنة إذا اتصلت به ألف الاثنين هذا هو درسنا لليوم أتمنى أن ينال إعجابكم دعونا ننتقل الآن إلى حل بعض التدريبات في دفتر التلميذ هيا بنا السؤال أدل على الفعل الماضي في كل جملة مما يأتي أشرقت شمس الصباح أين الفعل الماضي في الجملة؟ أشرقت أحسنتم هطل المطر غزيرا أين الفعل؟ هطل أحسنتم ذهب بلال إلى المدرسة أين الفعل الماضي هنا؟ ذهب أحسنتم قرأت ندا النشيدة؟ أين الفعل الماضي في الجملة؟ قرأت أحسنتم أملأ الفراغ بالفعل الماضي المناسب ثم أقرأ لدينا شكرت شاركة فازة مارست فراغ ميسون هوايتها في وقت الفراغ؟ مارست أحسنتم فراغ التلاميذ بالمسابقة شاركة أحسنتم فراغ المعلمة تعريف الحفل النشيد شكرت المعلمة تعريف الحفل النشيد أحسنتم فراغ المتسابق بالجائزة فازة أحسنتم بارك الله بكم شكرا لحسن استماعكم